قررت الجزائر تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية على مستوى البلاد لمدة عشرة أيام ابتداء من تاريخي العشرين جنوذي الجاري وهذا على خلفية الانتشار السريع لفيروس كورونا في الوسط المدرسي جاء هذا في الاجتماع الاستثنائي للتقييم الوضعية الوبائية الذي ترأسه رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون بحضور أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الوزر الأول وزير المالية ومدير ديوان رئاسة الجمهورية وعدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية وبخصوص الجامعات أسند قرار الغلق إلى مسؤولية المؤسسات والمراكز الجامعية مع مراعاة رزنمة الامتحانات وإمكانية إعادة برمجتها للطلبة هذا وأمر رئيس الجمهورية تشديد الرقابة أكثر على الرحلات الجوية القادمة إلى الجزائر مع تخفيض عددها إذا اقتضت الضروع